السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله بتكلم لكم عن هذا المسن من شركة واركشارب وهو يعتبر من المسنات اليدوية المخصصة للسكاكين المطبخ البعض يقول لك أنا ما ودي عوى الراسي بمسن أنقع بماي ولا أن يثبت الزاوية ولا من هذه الأمور والتعقيدات اللي يعني تحصل عند بعض الأخوان بسن السكاكين يقول أبي لي مسن سهل جدا بالاستخدام وبسيط وهم تكلفته ما تكون عالية فأنا أرشح لك هذا المسن إذا كنت بيعني للمطبخ أو للعزبة فهذا أحد الخيارات المناسبة إن شاء الله لأنه مخصص لسكاكين الطبخ أو سكاكين المطبخ فإن شاء الله أنه يعطيك أداء طيب جدا على حجمه وسعره وطريقة استخدامه مثل ما ذكرت لكم ونها سهلة جدا وهذا اللي أرشح للأشخاص اللي ما يبيعون رأسها طبعا مثل ما تعرفون شركة ورك شارب وكيلها في المملكة العربية السعودية هو محل العقلات وإن شاء الله أنا بحط لكم حسابهم في الإنستغرام ومتجرهم الإلكتروني وهم الكود الخاص فيني للخصم للي حاب يطلب من المتجر يقدر يستخدم الكود اللي راح حطه تحت وإن شاء الله يحصل على خصم عن طريق الكود اللي راح يستخدمه السكين اللي راح أستخدمها مثل ما تشاهون استخدمتها بالمقطع السابق طبعا طيّرت الحد بالمرة راح أوريكم الحد فيها شلون ما فيها حد نهائيا مثل ما تشاهون طريقة السن سهلة جدا عندك عجلتين عجلة من الدايمون بالمكان هذا رقم واحد مسجل عليها مثل ما تشوفون بحاول أني أوضح لكم عندكم هني رقم واحد وهني رقم اثنين أما في السراميك وهني الدايمون أما في الأعلى فهو خاص للمقصات إذا كنت بتسم فيه قطعة دايمون صغيرة جدا فطريقة استخدامه كالتالي أنك تحط السكين في هذا المجر اللي هو رقم واحد وتسحبها بهذا الشكل ثواني بسم الله تسحبها بهذا الشكل نبدأ عشر سحبات بسم الله مرة تندهين ثلاث أربع خمس ست ست أعتقد ما في أسهل من السحبات يعني مجرد أنك تثبت السكين وتسحبه وننتقل للسراميك وطبعا عدد السحبات هذا يعتمد على حالة السكين اللي عندك وقبل يعني قابليتها للسن هل هي تستنب سرعة أو تاخذ وقت وياك بالسن نشوف الحد الحين هل يحتاج أكثر أو لا بسم الله عطتني حد لكن خشن نوعا ما أو يعني ما يقصب سلاسة فبالتالي رح أسوي الطريقة الثانية رح أمشي بهذا الشكل ونفس الطريقة عند السراميك نرجع لنفس الورقة بسم الله يعني هنا نشوف ما شاء الله تبارك الله عطيتني حد أفضل من الأول وهم لو بعد نمشيها شوي بس على السراميك رح تعطيني نتيجة ناعمة جدا طبعا انضغطت الحين ضغطة شوي أقوى من الضغطات الأولى يعني ما شاء الله تبارك الله مثل ما شفتم رجع للحد اللهم بارك بشكل طيب وممتاز هذا أحد المسنات اللي أنا رشحها من شركة وورك شارب للي أبحث عن مسن أداء طيب وممتاز وإن شاء الله رح نتكلم عن مسنة ثانية من شركة وورك شارب بإذن الله بالأيام القادمة وناوي إن شاء الله المقطع القادم بيكون عن السكاكين إن شاء الله ونشوفكم إن شاء الله المقطع القادم ولا تنسونا الاشتراك والإعجاب في القناة وهم التعليق لأن هذا يعتبر دعم منكم لي في هذه القناة شكرا لكم